السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اليوم هنقوم بمراجعة مايك لسلكي من شركة لينس جو موديل المايك هو 348 سي الموديل اللي عندي يأتي بمايك واحد ولكن في إصدار ثاني يأتي بعدد اثنين مايكات المايك يأتي بثلاثة ألوان الأسود والأبيض والأصفر الموديل اللي عندي هو الأسود كذلك يدعم ميموري كارد أقصى سعة وهي 32 جيجا دعونا نفتح العلبة ونشوف المحتويات هنا بعض المعلومات على المايك هنا مغنطيس لتتبيت المايك هنا كابل تي ار اس لتي ار اس كذلك يوجد كابل من تي ار اس لتي ار ار اس كابل تايب سي لشحن المايك هنا كتاب استخدام هنا العلبة الخاصة بالمايك نفس تصميم المايك تصميم جميل صراحة تفتح بالضغط هنا العلبة تشحن المايك والرسيفر هنا الريسيفر ترانزميتر ترانزميتر هنا لو بنحطوا الكوابل بعادنا نشوفوا شكل التصميم بنفس تصميم العلبة نجي معاها ويند موف اللي يمنع الضجيش كذلك يوجد مكان تطبيق المغناطيس مكان الميموري كارت اللي هو مايكرو اس دي منفذ تايب سي هنا زر التشغيل وهنا زر التشجيل وهذا المايك المدمج كذلك نقدر نشغله لاف مايك خارجي بالتوصيل بالفتحة هذه هذا شكل الرسيفر اللي هو يتبت على الكاميرا زرين خاصات بزيادة وانقاس الجين او التحكم في صوت المايك منفذ لربط المايك بالكاميرا كذلك الزر التشغيل ومنفذ الشحن نوع تايب سي اليسار لي هو الرسيفر وهذا الترانزميتر هو TX حجم معقول حنقوم بتجربة المايك وربطه على الكاميرا لوضع المايك في وضع الصامت نقوم بالضغط ضغطتين على زر الباور في الترانزميتر هنا تغير المايك كذلك الاضاءة تعال الباور قعد تدير في اضاءة متقطعة ما يعني ان المايك على الوضع الصامت خلونا نضغط الضغطين نضغط الضغطين هنا حاليا تمام نضغط ضغطين مرة اخرى المايك على الوضع الصامت نضغطين ترد للوضع الطبيعي كذلك كما اللحظوا حرف الاس هنا هو استيريو في حال عندنا زوز ريسيفر في اصدار اصدار المايك بعدد مايكات اثنين بالامكان وضع الوضع المونو وهك تقد لكل مايك ملف صوت منفصل لكن في وضع استيريو يكون تجهيل من المايكات في ملف واحد الطريقة هي طريقة تغيير من المونو لستيريو عن طريق الضغط في نفس الوقت على الزر الزايد والناقص خلونا نشوف مع بعض حاليا الاس هتغير لام هيك ام يعني وضع المونو الوضع هذا فقط في حال عندنا زوز ريسيفر او زوز مايكات لو عندنا زي حال تنين عندي مايك واحد هنخلو على وضع المونو فقط بالنسبة لمدى المايك هو سبعين متر في حال عدم وجود عوايق ويستحسن استخدامه على مدى تلاتين متر كحد اقصى فيفضل التسجيل على داكرة الممري في حال اردنا تسجيل صوت من مكان بعيد ميزة المايك هي وجود داكرة بالإمكان تركيب الداكرة والتسجيل على المايك مباشرة من الداكرة وهذا يمنع في حالة وجود تشويش او في حالة المكان فيه عوائق فبالإمكان تسجيل الصوت مباشرة على الميموري كارد ومنتم عمل سينكروزيشن مع الفيديو بالإمكان تسجيل مباشرة على الكاميرا دون الحاجة لتركيب الداكرة خلونا نجرب الكاميرا أحد المزايا هتقدر تفك الكليبس هذا وتركيب مباشرة هنا نحط بالشكل هذا من المكان تدوير ودي أحد المزايا للماء كذا ناخد كابل الخاص بالكاميرا المزايا يجغل المايك حاليا المايك مربوط مع الرسيفر اللون الأخضر في شاشة بالنسبة للرسيفر بالإمكان معرفة سعة البطارية لنتعديل الجين كما نشوف هنا ترانزميتر واحد وإشارة متاعها هنا الرسيفر كذلك والبطارية متاعها الموديل اللي عندي فيها ترانزميتر واحد لهذا الظهر معلومة واحدة فقط مكان الشحن حاليا المايك مربوط بلايفون عن طريق قابل TRRS وقابل TRS تجربة مايك لينس ترانزميتر واحد دين ثلاثة أربعة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الجمع الكريم اجتمعنا في بيت من بيوت الله لنشهد عم زوار